بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتعرف على طريقة مبسطة لإصلاح منظم غاز بوطة. فهذا المنظم او ما يعرفه بديد طاندوغ. سنقوم بتفكيكه عبر اخراج الباراغي. او ما يعرف بالبيسات. ثم بعد ذلك نزيل الرسول. ووجوان الجلده. سنلاحظ وجود اوسخ عبارة عن اطريبة وزيوت تقيلة. والسبب راجع الى كون عند انتهاء الغاز. نقوم بميل القنينة. مما يجعله التراب يدخل الى المنظم. لهذا سنقوم بغسل طاندوغ بالماظر. او البنزين. وذلك باستعمال فرشات الاسنان. وحكيها جيدا. ثم بعد ذلك نغسل الجلده او الجوان بالماء فقط. ثم نرجعها الى مكانها. ونضع الرسول. ونقوم بارجاع الغطاء. نضع الباراغ في مكانها. وبهذا ستصبح جاهزة. سنقوم بتجربتها حالا. ولكن استعملوا الصابون بدل البريكي. ترجمة نانسي قنقر